نروح سريعا لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف صباح إلى دينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجالي الأعظم بمدينة سانت كاترين لتصبح تلك البقعة مقصدا عالميا جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حيث شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير منطقة القاهرة التاريخية كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات سير العمل في سد جوليوس رينيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي يعد أضخم مشروع تنموية تم تنفيذه على مستوى تنزانيا على الرئيس الأوكراني بلاد مير زيلينيسكي أن بولندا ستزود بلاده بمائتي عربة جند مدرعة من طراز روزوماك على دفعتين وأضف زيلينيسكي أنه تم الاتفاق خلال زيارته لبولندا على تزويد بلاده بقذفاتها ونذاتية الحركة وصواريخ إضافية وطائرات ميجة وكان زيلينيسكي قد أجرى زيارة رسمية إلى وارسو الأربعاء الماضي وقع خلالها عدة اتفاقيات مشتركة ذكرت وساء الإعلام رسمية صينية أن تدريبات العسكرية الصينية حول تايوان شملت محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة بها وأنه تم نشر عشرات الطائرات لتحلق في المجال الجوي المستهدف بالتزامن أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع سفن حربية وثماني وخمسين طائر صينية من بينها مقاتلات وقاذفات حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة وقالت الوزارة أنها تراقب تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشتركة أعلن وزير المالية الألمانية كريستيان لندنر أن عجز الميزانية الألمانية العامة المقبل سيتروح بين 14 و 18 مليار يورو وشدد وزير المالية الألمانية على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إنفق إضافية على سبيل المثال على الدفاع أو التعليم فسيتعين قطع التمويل عن المجالات الأخرى بشكل أكبر وأظهرت بياناتنا من موكلة التوظيف الفيدرالي الألمانية أن معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6% ارتفعت الودائع في البنوك التجاري الأمريكي قرب نهاية مارس الأول مرة في نحو شهر في إشارة إلى استقرار قطع بعد أكبر عمليتي انهيار المصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية وكشفت بيانات الاحتياطية الفيدرالي ارتفع الودائع في البنوك التجارية إلى 17.35 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 29 من مارس وذلك وفقا لأسس غير معدلة موسمية ويأتي ذلك مقابل البيانات المعدلة بالخفض في الأسبوع السابق له عند مستويات 17.31 تريليون دولار أصيب ثلاثة أشخاص في حدث إطلاق نار داخل المركز التجاري بولاية ديلاور بالولايات المتحدة وذكرت شرطة الولاية أن حدث إطلاق النار وقع في مركز التجاري خارج مدينة والمنجتون ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن منصق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاور قولوا أن العديد من الوكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ تواجدوا في مكان الحادث للتحقيق ورياضيا حقق فياريال فوزا مثيلا على مضيف الريال مدريب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثامنية والعشرين من الدور الإسبانية ورفع الفوز راسيد دا في الريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد راسيد دا الريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجة ليستمر الفارق 12 نقطة مع برشلون المتصدر الذي قد يزيد إلى 15 نقطة حال فوز الأخير على جيرون غدا الاثنين ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر